ألقى الاحتلال الإسرائيلي ألاف المنشورات على مدينة غزة لمطالبة سكانها بإخلائها إلى مناطق زعمة بأنها آمنة بينما تواجئ المدينة هجوماً دارياً وحددت المنشورات الإسرائيلية الموجهة إلى أغالي المدينة طرقاً زعمت أنها آمنة رسمت عليها أسهماً تشير إلى طرق وممرات للخروج من المدينة نحو الجنوب وحضر جيش الاحتلال من أن مدينة غزة سوف تبقى منطقة قتال خطيرة